فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا الكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمر بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز به دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل هذا وجه آخر وهو أنه إذا أشكل علينا ما عليه أهل الكتاب إن اليهود والنصارى هل نخالفهم فيها ولا نخالفهم ليس عندنا دليل من الشرع من أمر أو نهي فإننا ننظر ما كان عليه سلف الأمة لأنهم القدوة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فما كانوا عليه نكونوا عليه وما خالفوه نخالف فيه هذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فنحن ننظر ما كان عليه السلف الأول هل كانوا يوافقونهم في هذا الأمر أو يخالفونهم فإن كانوا يخالفونهم خالفناهم وإن كانوا يوافقونهم فيه وافقناهم لأننا نعلم أن هذا من ديننا نعم إذن هذا جواب عما سبق في تأكيده من رأي أحمد رحمه الله في صلى الله عليه وسلم نعم ومثل وشيء ذهي نعم ترجمة نانسي قنقر